في أسئلة كم سؤال متكرر عن موضوع العصيان المدني قال هل العصيان المدني يعتبر خروج علما بأن الحاكم أجازه وسمعت عبد الحيوسف يقول ليس فيه شيء ويعتبر تعبير برضو محمد عبد الكريم سمعت برضو قال ما في حاجة لأن هؤلاء منهج باطل ليس هو منهج الأنبياء والرسل منهج منهج سيد قط منهج عبد الحيوسف ومحمد عبد الكريم وهؤلاء لأخوان المسلمين منهج منهج سيد قط وسيد قط أصلا رجل يكفر الناس ويكفر الحكام المسلمين ويدعو الناس إلى الخروج على الحكام لأن هذا المنهج لأخوان المسلمين هو منهج الخوارج الأوائل بل الخوارج الأوائل مع ضلالهم العظيم أقل ضلالاً من جماعة الإخوان المسلمين فجماعة الإخوان المسلمين جمعت مع منهج الخوارج جمعت جزءاً كبيراً من منهج اليهود ومنهج النصارى وجمعت جزءاً كبيراً جداً من منهج الصوفية ومن منهج الملاحظة كما قال سيد قط إن الإسلام مزيج من الشيوعية واليهودية والنصرانية وقال حسن البنة إن معركتنا مع اليهود ليست معركة أرض ليست معركة دين إنما هي معركة أرض وقال هذا أيضاً راغب السرجاني دكتورة اسمه راغب السرجاني إذا سمعت بعضاني قال معركتنا مع اليهود ما في دين ذاته في واطبس يعني في طين وربنا سبحانه وتعالى قال معركتنا مع اليهود في دين في ملة ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم دا الموضوع في الملة ما في واطوطين ما في واطوطين ما في فلسطين شاءلوا أغلبها هل سكتوا؟ ما سكتوا لأنه موضوع ما أرض يا جماعة ما أرض بس فلسطين وكذا موضوع دين ودوا لو تكفرون كما كفر فتكونون سواء ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم فالمعركة معركة إسلام وكفر دا الموضوع فمنه جماعة الأخوان المسلمين من أفسد المناهج على وجه الأرض وهو أخطر منهج دمر الإسلام في قلوب معظم المسلمين على وجه الأرض ومعظم المصائب والمشاكل والبلايا ومن تحت راس الإخوان المسلمين ومن أمثال عبد الحيوسف والقرضاوي ومين عبد الكريم وغيرهم 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 ودعوا الناس قبل كذا للخروج على سوريا دل حيزة ذاته والقرضاوي ومين عدنان عرعور ومين حسان والعريفي قال الملائكة ذاته قال مشت معهم كالزاب مجرم خلاص طلعوا الناس لسوريا فحصدهم حاكمهم كالجراد كتلهم كلهم وشرد الباقي أي دم أزيقت هناك يحمل وزرها إن شاء الله تعالى هؤلاء الشيوخ المجرمون من شيوخ أحزاب وجماعات الإخوان المسلمين فدر يكرر نفس النموذج ده در يكررنا في السودان هو قاعد في المكيف وفي الموكيت والعمارة والكرسي الفخم يقول لك أنت أخرج فإن هذا جهاد في سبيل الله طيب جهاد أنت بليد ما تطلع قدام ما در تموت شهيد ما در حورية أطلع ليه قاعد موت جهاد أنت ما در أجر ما در حورية أطلع قاعد ناس مرتبين مرتاحين أفخم أنواع الراحة على وجه الأرض اليوم يغشوا الشباب المسلمين أطلعوا أول ما أنت تطلع وتكسر لو كتلك أنت عارف وعصره يقولوا الله يا أخي الكلام ده طبعا ما بجوز ما قالوا كده ناس محمد حسان أسا لما انخرجوا على المبارك داك وعلى منو قالوا بجوز لما ده سمسك السيسي وادعصره قالوا والله يا أخي ما بجوز وده قال أنا كنت بهزر ضيعوا الشغلة كلها ولو السورة في نظرهم هم غيرت الحاكم طوالهم يتوجهوا لمحل الحكم يمسكوا الكرسي والحمد لله نجحت السورة هو قاعد كان مرتب والناس اللي كانوا في الميدان ومنتظر الثورة دي مسكت الحكم يجي هو يداري عمل فيها الحاكم أو أقل ليش يمسك له رئيس لجنة شعبية ما بيطلع ساكن إذا كدت لهم ما نجحت يقول الله يا أخي أنا كنت بهزر فدي جماعة الأخوان المسلمين أفشى الجماعة وكثير جدا من علامات النفاق التي وردت في الكتاب والسنة تنطبق على هؤلاء والله الذي لا إله غير جرمين وكذابين أما كون يقول ده أمر ليس فيه شيء فدحكم شرع يقوله عبد الحيوسف وجماعة دين دحكم شرعي ربنا بيسألهم من إطلاق هذه الأحكام بالباطل وبالكذب على الله والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ربنا قال كده تطيعوا للأمر أو لأن أمور تطيعوا وسمعت مقطع للشعراوي وده ضلال ضلال مبين يدعو إلى الشرك يدعو إلى الاستغاثة بالقبور إلى البناء على القبور أخيراً يدعو كمان إلى الخروج على الحكام إيش عراوي الهالك ده المصري بيرد كيف شوه زل الله خبيس كيف قال الآية دي ذات بيرد على على مش بيرد على الأذلة اللي بتحرم الخروج على الحاكم لأنه بيجوز الخروج على الحاكم بيتمرجع بالكرسي كده قال قال يقول ليك قال ليه م يقرأ الأولى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ف мало قال ليك ما قعد نقرأ و Commonir قال ليك ما قعد نقرأ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقلي الأمر منكم تطيع الله وتطيع الرسول وتطيعوا للأمر ده في شنو يا عناس هل آية دي دليل على الخروج على الحكام ما هو هنا ستعد كل ما يتمرجح كده يقوله يعيني يعيني بتيح شنو عينيك تنقد النبي عليه الصلاة والسلام قال من خرج على أميره قيد شبر فمات فميتة جاهلية يا قرضاوي يا شعراوي ويا عبد الحي ويا غيره الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة تمشوا وين من النظر والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لما سألوا أفلا نابذهم بالسيف أو كما ورد في النص قال لا ما أقام فيكم الصلاة وفي لفظ آخر قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله مرهان في طبعا عوام وحد يقول لك طيب الآن الظلم ده ما كفر لا لا ما كفر مش السكر غلى ما كفر بس السكر غلى الدكوة ما فيه ما كفر بس دكوة ما فيه ده ما عنده علاقة بالكفر أي معي أصلا ما عنده أي علاقة بالكفر خلاص شبهات يطلقوها العوام ويطلقوها الإخوان المسلمين ويقول لك برضو أو بكر الصديق قالوا له شنو أو عمر بن خطاب قال لك قومناك بسيوفنا أو قالوا له شنو قال لهم إن أطعت الله فيكم أطيعون ما أطعت الله فيكم وإن عصيت فلا طاعت لي عليكم لا طاعت لي عليكم يعني في المعصية العصيت فيها الله لو قلت أمشوا أشرب خمرة مثلاً ما تهمش تشرب خمرة لأنه لا طاعت لمخلوق في معصية الخالق أشكد شيخ بنبا شبه الزكاة بتاعه قال إذا أمر الحاكم بمعصية فإنه لا يطاع في المعصية ولكن لا يخرج عليه بأسبابها خروج دبراوه وما اطيعوا قال لك أشرب خمرة بيت تشرب ما تشرب لأنه لا طاعت المخلوق في معصية الخالق قال لك أزني ما تزني ما أسألني يعني لكن ده ما معنات إنك شنو يا جماعة ما اطيعوا في أي حاجة تانية برضو لا ما اطيعوا في الغلط في الحرام عرفت الحتة دي في الحرام لكن ما يستخرج عليه إلا أن ترى كفرا بواحا أو يمنع الصلاة فإذا منع الصلاة أو رأينا كفرا بواحا والكفر البواح كلمة بواح ابن حجر قال أي كفر لا شك فيه ولا نزاع فيه مش لعب ساكن تعسرور يطلع المنبر ويبايعوا في اللوضة شباب صعاليك ثلاثة في الحلة يبعوجوا اللوضة يطفو النور ونبايوك نبايوك شنو كده ولا نور ولا حاجة ويبايعوا ويجي يطلع المنبر يغش الجماعة هيا بنا زي ذاك اسمه مهرام ماهر كان مع جمعية الكدأ والسنة ده قاد الناس مسيرة سلام الطايف طلعهم قدوا ليك اتنين بمبان رقى الصلاة للي لما طلعت عندي موسق بالصورة طالع هزاته مهرام ماهر ده طالع فوق يزغط يزغط ماشي معاهم بمبان واحد رجع طوال الطايف للي لما طلع ديل يجاهدوا شنو عليك الله ناس واحد حجر واحد يخوف ديل ممكن يجاهدوا ممكن يحرر بلسطين والله ده ما يحرر اي حاجة ما يحرر فده كل باطل الا كفر بواح او يمنع الصلاة فاذا منع الصلاة او رأينا كفر بواح برضو الخروج على وما يجوز الا بعد اعداد شنو يا جماعة العد لانه بعد ده يبقى جهاد بين مسلمين وبين شنو بين كفار وفي الجهاد ربنا قالوا واعدوا لهم ما ستطعتم من قوة ومن رباط الخيل الى اخر الآية والله يا جماعة نصيحة للشعب السوداني ولأي مسلم على وشع الارض الاحزاب السياسية دي اخوان المسلمين وغيرهم البيدعو للخروج على الحكام ديل بيدعو لي سبب واحد ما لي دين ما لي دين ما عندهم مصلحة في الدين يعني ما الشعارات ديني نحن نخرج عشان نغيم دولة الاسلام ونفعل ده كذب ونفاق النازل بيخرجوا عشان هم يحكموا ديرين دنيا وعالي بنبي طالب رضي الله عنه قال الكلام دا زمان ولكن لا حياة لمن تنادي قال الخوارج طلاب دنيا وعين الواقع اي حزب يقول لك هيا بنا نخر وداري طلع الناس الشارع عشان يحكمهم وانا بسأل الاحزاب دي سؤال قول خرجنا معاكم بقى حلال هان شئنا الحاكم برا القاعدة شئنا برا البشير هل حيحكم منه حزب اللمة ولا الاتحاد الديمقراطي ولا حيتفقوا هل ممكن يتفقوا ما اتفقوا من الله خلقهم لا الليلة خلاص وقول خلاص حزب الامة والمؤتمر الشعبي وجناحهم جكو كلهم قالوا يا اخي نديها الالتحاد الديمقراطي الاتحاد الديمقراطي بقى قريب اربعتاشر العيحكم يا تو في الاصل الاتحاد الاصل وفي الاتحاد التقليد وفي تايوان وفي شاينة كله ملخبت العيحكم منه سؤال ما انا دارك كذب الراحة بالعقل كده الحاكم منه يقول لك لا دارنا لمه السودان كده لمه الحزب بتاعك ده لمه واحد تلقاه حزب كونه في صينة الغداء المرغني واولاده خدرة وطحنية كونه حزب في صينة الغداء واتفرتقه في نفس الصينية كده تلمه بالصينية دي تاني بعد داك لمه السودان ياخد حزاب قريب تمنمية حزب بتشاكل مستعدين يكتلوا بعض إلا من رحم الله من أجل كرسي السلطة تقول لي نخرج بعد ما نخرج ثم ماذا بعد هذا دا السؤال المهم يا جماعة ما هو دي ليبيا لليلة جائطة ولا ما هو كده دا النموز يقدر يكررون لليلة زي ما حاصل فيما يسمى زورا بالربيع العربي فانا أنصح الناس بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهره لو عزبك عادي الجلدك وأخذ مالك دا هو يدخل فيه غلى الأزعار يدخل جوه هنا فاسمع وأطع رواه مسلم بالصحيح من رواية حزيف بن اليمن إزاكم الله خير مبارك الله فيكم